عشان وقتنا وقت حلقتنا خلينا نبدأ بالتمرينة هتكلم على المركاتو وهقول لكم التفاصيل والمستجدات المتعلقة بمسم أو يعني سؤال انتقالات شتوى بالنسبة لأهلي بس يهمني أغطي معاكو تمرينة النهاردة وأتكلم معاكو شوية على مباراة المصر اللي قد تشهد عودة بعض الأسماء بعد غياب يعني خلينا أقول لكم مبدئيا طبعا وده الكلام ده من مبارح مش بس يمكن احنا وكناش موجودين معاكو كسادسة مبارح على الهوى لكن الكلام ده من مبارح طاهر مبارح راجع مرة تانية يشترك فيه التدريبات الجامعية حمدي فتحي وعبد المنعم الاثنين جهزين حسب بقى الجهزية الفنية وحسب قرار ميستر كولر ميستر كولر بدأت تمرينة النهاردة بمحاضرة كالعادة يعني طبعا ربعي إحراص المرمى ده يمكن يكون واحد متغلط بصفى بصابة شبير اللي أعتقد أن يسافر خلاص قطر عشان يتابع البرنامج التأهيلي بتاعه هناك لكن شناوي علي لطفي حمزة علاء مصطفى مخلوف ربعي حراسة المرمى كانوا تحت قيادة ميشيل يانكون النهاردة شارك فيه التمرينة كمان كريستو وخالد عبد الفتاح الصفقتين الجداد اللي تم الإعلان عنهم وعموما طبعا فرقة الأهلي جاهزة إلى حد كبير بيرسيتاو شارك فيه تمرينة النهاردة بس ما شاركش في التأسيم وبالتالي أوراق الأهلي اللي كانت غيبة في الفترة الأخيرة راجع مرة تانية إن شاء الله بإذن الله وبإذن الله بيتم تجهزها وتحضرها عشان تكون موجودة معنا في كاس العالم تركيزنا كله طبعا على مباراة المصري مباراة صعبة هيتصدفها ملعب استاد برج العرب إن شاء الله بعد بكرة الخميس ومن بعدها يبقى قدامك ثلاث مطشاط قبل رحلة السفر وقبل بداية مشوارنا في المونديال عندنا سموحة في قبل نهاية الكاس وعندنا الزمالك وعندنا أعتقد البنك الأهلي يوم 24 زمالك 21 بنك الأهلي 24